أقول السلام عليكم يا شيخ أنا كنت أدفع صدقة حق عائلة شهرياً أو صدقة لعائلة شهرياً وقطعت الصدقة لأن عندي قرضين ولكن أدفع صدقات بسيطة لجمعية خيرية هل عليها إثم أني قطعت الصدقة الشهرية على العائلة رغم أني أدفع لهم متى ما كان أو متى ما توفر عندي يعني أخواننا الصدقة أول شيء تدل على الأمر التطوعي لا في ناس يوزع الزكاة أو يدفع الزكاة لجمعية وقول أنا أقترح أن توزعوها شهرياً للعائلة الفلانية هذه الزكوات المشروطة تتجاوب الآن الجمعيات وحتى صناديق الزكاة الرسمية تتجاوب مع رغبة صاحب الصدقة أو الزكاة وفي بعض الجمعيات تحرص على تأمين كفالات كما يسمونها كفالات لبعض العوائل إخواننا يعني هذا نوع من الوعد ألا إذا كانت زكاة هذه الأصل أن تخرجها فوراً والجمعية بعد ذلك تقدر المصلحة في توزيعها على العوائل هذا إذا كانت زكاة أما إذا كانت فعلاً هي صدقة طوعية فهذا وعد والوعد ملزم ديانة غير ملزم قضاء يعني على الأصل أن تحرص على الوفاء خصوصاً إذا افترضنا أن هذه العائلة رتبت أمورها على أنه في مساعد شهري لكن أخونا يقول أنه أنا في عندي قروض وكأنه المقصود قروض مستحقة ويخشى أن يترتب عليه تبعات في حال لو تأخر أو تخلف عن سداد القروض يعني إذا كان معذوراً فلا حرج عليه والله أعلم هو أولى بأن يسد حاجات نفسه فإذا وجدت الساعة بعد ذلك ربما يعود ما فات وربنا يعني يتقبل منه إن شاء الله هو في كل حالة يعني هو متصدق محسن وربنا يقول وما على المحسنين من سبيل والله أعلم